السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدينا الكرام لدينا فيديو جديد وعندنا النهاردة موريتانيا في كولفور بورلد وورد 2 طبعا يجدعان يعني السلسلة عجباكو ونحن طلبنا 30 لايك او تعريبا ما طلبتش مش عارف وانتو صراحة عملتوا شغلة عالية في اللايكات فحبا اشكركم جدا 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 فاحنا مكملين في السلسلة اللي فيها عبد الرحمن تمام عبد الرحمن طبعا هو اللي معلمني اللعب وافضل اقول كده وعادي خالص مش تفرق معايا عادي يعني تمام مش عشان يعني انا مثلا لصاحب القناة وكده فاقول انا اجدعانين انا فاهم اللعب منظر محد يعلمني وكده الكلام ده كله لا عادي خالص هو اللي معلمني اللعبة وهو اكيد احسن مني في اللعبة وهنا احنا خسرنا كتايب يا يا على الحظ بجد والله يا على الحظ ده ايه القرف ده يا عام طبع يعني احنا نبعث مدرعتين دول على العاصمة حلو ان هما يمشوا من هنا على اساس ان هما لو خدوا المدينة دي يعني هنقدر نتصرف معهم وعلى عموم هنا برضو فيه كاتبتين بهجم المدفع المضد للطيران فاظن ان كاتبتين هينتصروا يعني صحة ولا انا كلامي غلط لا كاتبتين ان شاء الله ينتصروا فعلا جدا فعلا كاتبتين هينتصروا واحنا اخدنا مراكشة جدا عاصمة المغرب فدي حاجة كويسة جدا 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 بس مش بنين فيها حاجة طبعا فنبني بقى نبني كده مش عارف خليها برضو حاجة كده للدبابات يعني وحاجة كده جميلة وبردو نعمل مطار بعد ما الساعة و تلت دول يخلصوا نبقى نعمل مطار جميل برضو كده مش عايز انا اي كتيبة تقعد سكتة كده بعد اذنكم هجوم ايوة كده ايوة كده لازم نقول هجوم احنا كده انا عشان هم ما يحسوا يعني مفيش مشكلة عادي خالص هناك كاتبتين دول برضو كده مش عارف استسلموا ولا بيعملوا ايه هنا بس احنا مش هنسيبهم برضو كده يعني عادي خليهم واحدة هنا حلو واحدة برضو تقوم هنا حلو الكلام والبحوث البحوث احنا كويسين فيها بس معناش حديد معناش حديد كفاية فانا افكر ان اطلب حديد من عبد الرحمن واكيد عبد الرحمن هيوافق اظن يعني هو عبد الرحمن لسه ابتداش هجوم على اي دولة معقولة لا لا هجم يا جدعان هجم على غينيا حلو حلو جدا وهو برضو ابتدى يهجم على دولة ايه دي ليبيريا حلو و برضو هو حط جيوشه على حدود اوبر فولتا مش عارف ايه دي دولة ايه انا مش عارف بس شكلها كده مستعمرة تبع المانيا تقريبا يعني على عمومة يا جدعان نكمل ان شاء الله بقى لما يعني نكون سيطرنا على المغرب كلها طبعا احنا نعملش اي حاجة غير ان انا بس عمل اصمع فيه مدرعات دبابات حاجات كده يعني يعني حاجات بسيطة مش حاجات دخمة اوي فانا مثلا احنا دلوقتي هنعمل لايت تانك بس نشتري الاول حاجات اللي محتاجينها دي بس احنا معناش موارد دي مشكلة كبيرة جدا بس ان شاء الله لما نحتل المدن يعني بقي المغرب ان شاء الله المشكلة دي تتحل ان شاء الله هنا مثلا عندنا ما نقدرش حتى يعني مش 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 مشكلة مش عايزين نعمل ادبابات ولا مدرعات ولا اي حاجة خالص عشان ترتاحوا احنا هنا عملنا اربع مدرعات كويسين جدا يعني ممكن نبتدي احنا نحركهم ولا خليهم خليهم مريحين دلوقتي فانكمل بقى كده عن زي ما قلتلكو كده نكون خدنا عاصمة الصحراء الغربية تمام ونكون برضو كمنا على المغرب الكامل ان شاء الله يعني وفي نفس الوقت بقى هنحاول اقول لعبد رحوم برضو ان احنا عايزين كده نبتدي يعني نركز شوية ان احنا نحط جيوش على الحدود مع الجزائر اساسي ان احنا نعمل هجمة مشتركة لان طبعا صعب جدا ان هو يحتل الجزائر لوحده وصعب جدا ان انا يحتل الجزائر لوحده ان الجزائر عندها مدن اقوى ومارد اكتر وكل الكلام اللي انتو عارفينه ده احنا لو قسمنا الجزائر مع بعض هتكون حاجة حلوة جدا ان هو ياخد الجنوب وناخد الشمال ومثلا ياخد اخر مدينة من تونس دي مثلا وناخد مثلا برضو نص تونس هيبقى حلو هنقدر برضو ان احنا نعدي على ليبيا وكل واحد ياخد النص ان شاء الله يعني ان شاء الله على اساس برضو ان احنا يعني انا هكون مسيطر على الشمال العالم احنا جايين لو انتم ملاحظين يعني قريبين جدا يعتبر كده في النص العالم او ممكن تقول خط الاستواء فايه هو ياخد انا اخد الجنوب او اسف هو ياخد الجنوب الجنوب العالم وانا اخد شمال العالم هتبقى حلو هو كرة وانا كرة والكلام ده قلتولكو قبل كده قلتولكو في فيديو تقريبا يعني فهو ده ان شاء الله ان احنا هنحاول نعمله فانكمل بها زي ما قلتلكو مع احتلال المغرب احنا مستمرين فيها مدام عاجبكو سلسلتين مع بعض فايحنا مستمرين مفيش اي مشاكل انا طالب منكم في الفيديو ده 30 لايك وانتو قده انتو قده طبعا احنا اخر حاجة كنا عجبنا على المغرب والصحراء الغربية احتلنا الصحراء الغربية كلها معادة على العاصمة والمغرب احتلنا العاصمة معادة باقي المقاطعات يعني شاء لبنا بس ان شاء الله نكون خلصنا على كله دلوقتي اتمنى لسه لسه للأسف الشديد لسه لسه هنا في معركة كده بس اظن يعني سهلة بالنسبة للمدرعات اه قربنا خلاصة يعني نخلص عليها اه فعلا فعلا قربنا نخلص عليها وبالنسبة هنا قربنا برضو نخلص على المغرب خالص فاضل بس يا دوبك مقاطعتين من مراكش هنجيب الجيش دوت ليه كده ليه اللفة دي كلها طيب برضو الجيش دوت هنجيبه هنا حلو اساسا الجيش دوت يبقوا بتحاصل مش عارف هل بتفيد في حاجة ولا يعني زي عدمها بس هنشوف هنا مثلا كاتبتين عشان يروحوا يحتلوا يحتلوا يا جماعة اه مقاطعة مقاطعة الرباط تماما وعندنا الكتيبة دي خليها تيجي هنا حلو في رسالتين جاي اللي اكيد اكيد هيكونوا يعني من عبد الرحمن يا اما مصر دخلت معنا في التحالف حاجة من الاتنين لا يبقى من عبد الرحمن جزاير الجزاير عايزت عدي من داخل حدودنا ادي حاجة ما اقبلش به خالص خالص انه يعد من حدودنا هيعمل ايه هيعمل ايه من حدودنا ماء ما فيش حل جري علامة هأ woke y lady ha cand DAVID مانا عشان يحتل عبد الرحمن هيعدي من حدود ايه ولا اى حاجة وهو يعني ماعرفش اصلا لن احنا عايزين نحتله يعني فانا عن نفسي مش هوافق واشوف اب drill رحمن بعيدت لي ايه برده? طبعا مع كينجا عزوز خلاص ما فيش معلش بقى كينجا عزوز ما فيش عبور داخل الاراضي هو برضو بيقال لي يعني عبور من داخل الاراضي متقبل عبور من داخل الاراضي بس انا مش موافق صراحة انا مش موافق لأ يعني ما ضمنش هو يحتل مين وصلي وممكن يكون فكرته ان هو عايز يحاصر عايز يحاصر استودان الفرنسية اللي هي بتاعة عبد الرحمن احنا دلوقتي يا جدعان هنخش تحالف جديد انا وعبد الرحمن يعني عشان خلاص هو دوت اللي احنا ايه هنقدر نخشه المفروض المفروض شمال السودان وجنوب السودان وبس كده ده تعالوا في احنا نخش عبد الرحمن ماشا عبد الرحمن انت ايه حر نقبل او مش نقبل يعني نقدم طلب ما عنديش مشاكل قدمنا الطلب ونكمل بقى جماعة ان شاء الله بعد وضع جيوشي واتفائي مع عبد الرحمن ازا وافق اصلا وعبد الرحمن دايما بيعرضني بس ما فيش مشكلة بيكون هو صح اصلا دايما يعني هحاول اقنعه عايزين ناخد الجزائر بس هو دلوقتي هو موادي جيوش كتير جدا ولو يعني موادي جيوش كتير جدا على حدوده الجنوبية فاكيد هو هدفه دلوقتي مركز مع الجنوب فلو موافقشي ما عنديش مشكلة انا افضل اصبر شوية مجمع جيوش اكتر واكتر احطها على حدود وبعد فيد ان شاء الله نهجم فهرجع لكم بقى مع هجومي او مع يعني حتى ترتيبي للجيوش وتنظيمها عشان نرتفع بقى على خطة والكلام ده كله عشان نكتحم الجزائر طبعا يا معا نكمل على طول السلسلة بتاعتنا او الفيديو بتاعنا من موريتانيا طبعا انتوا فاكرين اخر حاجة احنا كنا عملناها ايه هي وان احنا قربنا يعني ان احنا نحارب الجزائر وانا مقلتش لعبد الرحمن انا عايزو يشوفها مفاجأة اجدعان في الفيديو يعني انا عايزو فعلا يشوفها مفاجأة في الفيديو فان شاء الله يعني هحاول ان اجمع جيوش كتيرة على جبهة الجزائر ومن شهجم دلوقتي خالص عرضو شفتو شفتو اللي انا عامله في العراق هو بالضبط كده يعني مش عارف اصلا الفيديو ده ينزلوكو الاول ولا فيديو اللي انا بخطط فيه في العراق الاول على عموم ايه دي خطة شبيه بالخطة اللي احنا عاملناها السلسلة التانية تمام فانا هحاول عاملها هنا برضو عاساس يعني ان هي هتنفعني ان شاء الله احنا جايل لنا 18 اشعار وده من قضى حقيين وجايل لنا المتاع الجزائر ويونس يعني تقيلة اوي ساعدتك على العموم احنا يعتبر الحمد لله خلصنا على المغرب بالكامل ودي حكا حلوة حاول بقى ان احنا نشوف بقى كده الجيش وتاعتنا هتتحرك فين احنا معنا مغاردة حلوة برضو دي كويسة جدا نقدر نزود نجيوش بتاعتنا فانا نشوف بس القضاء كده بعتل لنا ايه ونرجع لكم طيب معا يعني بتاع الجزائر طلع عربي بس صراحة كده ايه انظار خطة بتاعتنا ونشوف دولة تانية نهجم عليه يعني بتاع الجزائر طلع عربي انا صعب ان نهجم على واحد عربي كده من بدري يعني نخلي في الاخر لو دخلنا مع تحالف تمام ما دخلنا مع تحالف ببقى لازم لازم مفيش حل غير ان احنا هنحارب بعض وانحنا عارفين يعني لان طبع مش هيتبقى مثلا غير انا وهو مثلا هو عبد الرحمن او غير انا وهو او غير هو وعبد الرحمن مثلا فلازم هيحارب بعض او غير التحالف بتاعه غير التحالف بتاعي كده فلازم ان شاء الله ان احنا هنحارب بعض في الاخر بس دلوقتي لا هو يعني هنشوف 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 بديل ليه على العموم يعني انا لسه بقى هفكر في بديل ممكن ليبيا ممكن ليبيا ممكن نبتدي نحن نجمع جيش ونخش على اسبانيا والبرتغال هتكون حاجة حلوة طبعا جدا يعني الصراحة ما فكر في اسبانيا وبرتغال احنا لحد دلوقتي وحدنا مريتانيا والمغرب كلها ونخش ان شاء الله بقى عشان نحرر الاراضي المحتلة تمام اللي هي دي وبعد كده نخش على اسبانيا والبرتغال وبرده الجزيرة دي عايزين ناخدها والجزيرة دي يعني فيه شغل عاي كده عايزين نعمله فحاول اننا اجمع له جيش وبس كده اجمعي كل الفيديو بتاعنا اخير مصدرنا نتمنى كل الفيديو عاجباك ان تنساش اللايك اشتركوا في القناة لو انت مشترك فعل زر الجرس ونجي لكل جديد ويسالك